قوة الهجومية هتلاعب قوة دفاعية خلاص؟ تمام المبارادي هتحدد 70-80% أيوة ميل قارب للدوري حلو أول انت ليه بتقول بقى الزمالك الأقرب للدوري لما المبارادي هتحدد 70-80% إذا ما انت بتقول انت دلوقتي بتقول الزمالك هياخد الدوري ليه بتقول ما تقول الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي طيب هقول لك ده المنطق طيب ماشي لو الزمالك لعمل مقاولين وكسب ها يبقى فرق اربعة نقطة اربعة اه كل واحد الفضلوا مقشين خلاص بقى يعني هم متسوين مع الله لو الزمالك كسبهم مقشين يبقى الفرق كام اربعة لا ما هو الزمالك ليه مقشين والاهلي ليه مقشين طيب دولوا خلاص صفر اه يبقى الفرق كام اربعة اربعة اذا الزمالك كسب من أولية بالزبط يبقى الزمالك ق Mae 돈 لا ولسه دي لسه لنت تتكلم على القوي لا أخي الأهلي ليه إسماعيلي بيرمز الزمالك مصري الزمالك ليه برضو الإسماعيلي يعني الزمالك إلى الآن لم يلعب مبارات الإسماعيل حلو وخلي بالك مباريات بيراميدز بشكل كبير هتحدد دخلة زي مبارات الأهلي والزمالك يعني الزمالك ليه مباراة مع بيراميدز والأهلي ليه مباراة مع بيراميدز مباراتين دولت مع مباراتين الأهلي والزمالك دول هيحدده بشكل كبير مين هياخد الدولة طب هل تتوقع إن الزمالك حيفرض في الموضوع ده؟ لا ولا الأهلي ولا الأهلي ولكن الحالة النفسية والفنية بتاعة اللعيبة هي اللي هتحدد الروح عشان كيف يقولك ماتش الزمالك حيحدد اللي بعديه مفيش ضغوط على زمالك إن الأهلي بيقرب منه بعد ما كان الفرق كبير لا ده كان زمان كان زمان أه أيام ما كنت مسك؟ كان في بعض اللعيبة بتخاف أيام ما كنت أنت مسك؟ لا لا قابلينا قابلينا بكتير قابليك كتير إيه؟ يعني مثلا إيه كان زمان من 2006 مثلا لغاية 2010-2012 آه لما الزمالك وبكسبان والأهلي جاي من تحت والأهلي متسايد لعيبة الزمالك بعضها بيخاف إن في ضغط جاي عليك فبيخسر عشان كان الزمال الأهلي بيروح واخد الدوري تمام لكن من 2014 الموردة تغيرت حتى في نفسية اللعيبة أو نوعية اللعيبة لجات نهاية الزمالك طيب أنت حتى في أيام ما كنت بتلعب كان مرشاة الأهلي والزمالك كانت بتبقى سجال يعني رايح جاي كان الزمالك يكسب الأهلي يكسب الأهلي يكسب الزمالك كانت الدنيا ماشية شايف الفترة دي خلت فيه حاجز ليه لعبة نادي الزمالك الفترة اللي حداك بتقولها 2006-2012 لا هي ضيعت الضغط اللي كان موجود آه بقت السجال زي ما حداك بتقول كده لكن ما كانتش أهلي 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 مردز إيه أصعب مباراة لأهلي ابتها قدامنا دي يالأهلي سواء كنت لعب أو مدير فني لما كنا بنلعب، عادنا فترة كبيرة أو نخسر في السابعينئات السابعينيات لغية تمانين لما كسبنا اتنين سفر أحمد محمد الله الرحيم لقد كانت نوع تتحول لحوالي ست سبع سنين بعد كده كنا احنا إما بنتعاد وناخد دوري إما بنكسب وبعد كده لما مسك قابلينا كان بعدين كابتن عصام بهيج الله رحمه بس انت بتتكلم في الفترة اللي بتتكلم فيها دي فترتك انت اللي كان فترة الهزاء السبعينات من عدنا بغاية تبانية وتسعة وسبعين مع أن كان معك كابتن فاروق جعفار وكابتن حسن شحاتا وكابتن علي خليل كنت تجيل النجوم دي كلها احمد ساعد ما كانتش منظمة النادي القالي يامر الدكوتي بعد حوال ثمان سنين خد التلاميذ اللي ما يقول عليهم فيه مبدأ وفيه نظام وفيه وفيه احنا النجومية بتاعت اللعيبة كانت تحايا القالي مدرب في التشكيلة في التكتيج أو في الخطة وبعدين ما كناش بنتمرن زي دلوقتي صحة بعد الظهر وكل يوم الالتزام كان في زمالك أقل من النادي الأهلي؟ لا مش الالتزام الإدارة؟ الناحة الإدارية ما كانتش على ما يرام اه مع ان كان فيها كابتن حسن حلمي؟ لا ما هو الناحة الإدارية ده رئيس النادي اه الناحة الإدارية الإداريين الإداريين في الفريق نفسه اتصور كده مثلا ايه لما يجي إداري هيكلم يعني يقولك اعمل ايه لمين؟ كابتن حسن فاروق كابتن طال الله ارحمه عن كتر نجومياتهم يعني هم مش متكبرين عليه بس هو عارف انه بيكلم قيمة هيقول نام بدر ازاي؟ نام بدر ازاي؟